أرجعنا معكم بعد فلاش بورس مزينا مواصلين معكم في برنامجنا الخاص من إيكو مجمو باشارة تن مديزي ميديسيون دي فروم دي اسي مباشارة تن مل حمامات بش نحكي وعلى الذكاء الاستناعي في مجال الامن السيبيراني إذا كعليش حاضرين معايا هوني سيد هايثام عبدالكافي ممبر دي كوميتي أورغانيساشن ودي اسي البركة بانك أهلا وسهلا بيك مرحبا مانيل يعيشكم معنا كيف كيف سيد محمود صفوات country manager north and francophone african trend micro أهلا وسهلا بيك مرحبا يعيشك ألوغ اليوم نحكي على كما قلنا الذكاء الاستناعي في مجال الامن السيبيراني ولا السايبر سيكوريتي اليوم يمكن بكري حاولنا نحن نحكي شوية وتحدثنا بشو على الجستما سيبر سيكوريتي ويمكن من بين النقاط اللي تم الإشارة لها هو أهمية الذكاء الاستناعي اليوم لأنه كما ينجم يكون هو الحل ينجم يكون هو زادة سبب في الأزمات في خصوص الأمن السيبيراني كلمة ليك سيد صفوات مرسي طبعا الartificial intelligence من الhot topics اللي احنا بنشوفها دايما في كل الاستخدامات حاليا مجالات مختلفة لو بصينا مثلا لمجالات زي الكاسمار سبورت هنلاقي ان احنا الشاد بوتس اللي بنشوفها اللي بتساعد البزنس انه هو يرد على التساؤلات بتاعت الكاسمار بيساعدنا في الاناليتكس ان احنا نفهم ونجاين انسايتس عن البزنس بشكل احسن ونبدأ ناخد اكشنز بناءنا عليه وهكذا مجالات كتيرة قوي بنشوف فيها تدخل من الـ AI وجزء كبير منها الـ artificial intelligence في الـ cyber security فلو بصينا على cyber security هنلاقي ان في استخدامين لازم نكون واخدين بالنا منهم زي ما قلتي اول استخدام الـ attackers نفسهم بيستخدموا الـ AI بطرق انه هما يعملوا اه حاجات زي التحايل الانتحال الشخصية حاجات زي والموضوع بيتطور مع الوقت واحنا بنشوف مع دايما اه استخدامات جديدة فكان ما الاول مسلا كنا ممكن نسمع اه اه او مكلم التليفون بتغيير في الصوت عشان يحاكي شخص معين دلوقتي بقى الموضوع كمان للفيديو كول فبقى صوت وصورة فبقى صعب على المستخدم انه هو يقدر يدتكت ان ده استخدام اه استخدام اه حقيقي او حقيقي بالزبط بالزبط اه فده محتاج طبعا مننا حاجتين اول حاجة طبعا الوعي ان احنا نحاول على قد ما نقدر دايما في كل الـ زيما بنسترس على الوعي بتاع الموظفين نحاول نديهم نحاول نعرفهم ازاي يميزوا ما بين حاجة اه باستخدام او انه هما بيتكلموا فعلا مع الشخص الحقيقي او باستخدام حقيقي والحاجة التانية اللي احنا بنعملها هو هي استخدام بتاعتنا اللي هي بتمكننا ان احنا نقدر اه نحسن بتاعة الحلول الامنية اللي احنا بنقدم اه من طريق انه احنا بنانتجريت الاي اي علشان يقدر يديتكت الثريتس المختلفة لان احنا دايما الموضوع دايما على طول طول الوقت بنشوف ثريتس جديدة دايما في زيرو داي اتاكس اه وبالتالي احنا محتاجين بتاعنا يكون قادر على الاستيعاب الاتاكس دي او انه يقدر يميز النيو اتاكس او يميز الحاجة اللي ممكن تكون فيها مخاطر على بتاعتنا من الحاجة الطبيعية اه يقدر يميز البيهيفيرز اللي بتحصل من يوزر معين اه يعني في بعض الاحيان بيكون استخدام اليوزر اكاونت الشخص مثلا موظف في الشركة ولكن الحقيقا هو في حصل سرقة للاكاونت دا واللي بيستخدم الاكاونت دا شخصي تاني فانا محتاج برضو سيقدر تميز اذا كان التصرفات بتاعت اليوزر دي طبيعية او غير تطبيعية. اه. وبالتالي اقدر. هوني هوني عندي سؤال اه بالتحديد الوقت اللي يتنحكيه على اه التدريب بالنسبة دونك للموظفين في الشركات بيش ينجمو يعني التوعية من جانب ولكن يمكن فما تدريب وإلا فما اه ما انتها اه تدريب اي ما ما انت معاشي لكن فما كلمة اخرى نجمة اه اللي بها هي ينجمو يكتسبو الاليات اللازمة يعني اليوم الاليات اللازمة اللي اه انك تنجم تفرق بين اه الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي وبين اه انو الشخص اذك صحيح موجود وهو قاعد يتحدث معاك بين انك تفرق بين اه اه معنطها اه سايبر اتاك وإلا لي اه اناه الاليات اللي يلزم يكونوا متوفرين في الموظف ويكون واعي بهم اليوم شنو ما كيفاش نجمو نحطوهم مع انتا فريمان انسح التعبير فضل سعدل كيفي؟ التوعية والتدريب الموظفين في اي شركة شيء مهم وهو الجدار الاول لحماية المؤسسة من اي هجوم سيبراني والمشاكل السيبرانية تقع لانه هما المنفذ الاسهل اه للمشاكل هذه فالتوعية المتواصلة معناها بحملات اه تكون من المستحسن مرة كل ثلاثة شهر اه ثم نبعثوا حاجات للموظفين ونشوفوا شكون يقع في الفخ كما نقوله وشكون يرجع اه بصفة ذكية على فالعباد اللي يقعوا في الفخ يكون يعني عملو لهم برامج محدة باش نزيدوا نقويه التوعية متاحهم داكو ونهزوا لهم النفو باش يخلطوا على البقية وهذه تكون في كل تلافة اربعة شهر معناها بصفة مسترسلة منتظمة والنتائج هي اللي تتحدد البرنامج التدريب اللي مش يعقع لبعدين داكو كان وقع بصفة فضة في اه في مشاكل تقنية وكل شيء هيكاية نعمله حاجة اه اقوى وحاجة كبيرة كانوا اه مثلا مثلا نعطيك انا كيف نعمل ويجاست كليك اون ذا لينك امم معناها اه نزل على اللينك اما ما حطش اه اه اليوزر نيم والباسورد متاعه فيكون ديجا درجة الواعية اكثر ايه اللي يمشي اكثر ويعطي المتاعه واحدة هيكاية يلزمه اكثر توعية لانه وقتها تجمش حتى تفيق من الباج للاخرى بضبط بسي سي غال هم انا فهمتني اه فالمجال هذي يراه مهم برشة لانه كي ما قلت لك الجدار الاول للحماية المؤسسة هم الموظفين في حذيتهم وما نعرفش انا ما عنديش توا هاكا معطيات اه استاتيستيك ما ديما راهوا الاكثريت معناها بالتعليزاتك ليتقعوا عن طريق الفجوات هذو ما اكثر من اللي يجيوا من من المواصين مثلا اتاك على الابليكيشن ولا السورفرز ولا حاجة كما هاك فالتوعية والترينينج اهل تدريب اشياء مهمة جدا باش نحمي وروحة واليوم اهل المؤسسات في القرى الافريقية ولا يمكن حتى نحكيه على نورث افريكا اهل وعيين اليوم بالاهمية متع التدريب والتوعية بالنسبة للموظفين خطر اليوم صحيح الترينينج مواجه بالاساس غالبا للديسي مواجه بالاساس للصاهرين على السيبر سيكوريتي في المؤسسة او غيره ولكن مش بالاساس للموظف العادي اللي من خلاله هو ينجموا يتسربوا للاتاك هذوما لنك هل اليوم ما فما وعي بذلك بالنسبة للمؤسسات ام لا المسيري المؤسسات والله فيه وعي اكيد بدرجات متفاوتة ما بين المؤسسة والاخرى بعض المؤسسات ممكن تكون اتعلمت بطريقة صعبة شوية انهما تعرضوا لهجم الالكترونية او حاجة شبيهة لكده وبالتالي بقى عندهم وعي اكتر واهتمام اكتر وفيه ناس بتبقى يعني من اجل الوقاية بيبدأوا ان هما يركزوا ولكن الاكيد ان فيه تزايد في الوعي بشكل عام في الفترة الاخيرة لان زي ما اتكلمنا ان هو فعلا الموظفين هما الصغرة اللي ممكن تكون هي اقوى حاجة في الدفاع قدام الهجمات دي وممكن تكون اضعف حاجة بناء على الوعي وبالتالي مع التطور اللي احنا بنشوفه مع التركيز بتاع الهجمات الالكترونية ان هي تستهدف موظفين هما اللي بيعتمدوا على خطأ الموظفين دول عشان يقدروا يحصلوا على الاكسس او يحصلوا على اللي هما عايزينه من الورجنيزيشن اه بدأنا نشوف وعي اكتر من الشركات تجاه التوعية بتاعت الموظفين بتاعهم واحنا دايما برضو من ناحيتنا كسيبر سيكوريتي كامبريني دايما بنحاول ان احنا نسترس على النقطة دي مع كل في كل يعني الديسكشنز مع الشركات نضيفة في المجال هذي انه اه ثم قطعات فيه في الاقتصاد تكون مقننة يعني وفيها اه 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 سبكتن تكون مجال مهم في الفي ب速 هذيه ومنه يقع ثم برامج لتوعية والتمرين تدريب الموظفين. وهذه انا حترني جاي من قطاع المصرفي والبنكي موجود. من قدم الزمان. وفي تونس طوى منذ سنتين هذية. حاجة لازمة. حاجة لازمة هذية. مفروضة. اتعمت على الشركات الكبرى مش تكونش القطاع المصرفي. طوى الشركات الكبرى اللي هما ما مش كبار برشا في تونس ما ايه اه اه والقطاعات الحساسة. الحساسة. ايوان زادة كيف كيف. هذو ما عندهم اه بيش يعملوا اللوديت هذة ويعملوا فالتوعية تكون حتى بالقوانين. لازمة. اي. يعني انت صحيح تنجم تكون واعي كرئيس مؤسسة. اه في اي قطاع كان باهمية لتدريب هذية والتوعية بالنسبة للموظفين. ولكن اه ميزة باغ هذة اه بالقوانين اللي موجودة اليوم بالنسبة لعدد من القطاعات. هذة مفروض عليك انك تكون اه مواكب وانه يكون عندك انوديت ويكون عندك اليوم اه نظرة معامقة على الشيبير شكوريتي ولا الامن الشيبيراني في المؤسسة بتاعك وما ده وعي الموظفين باهمية ذلك. اه كلمة اخرى على هذة احتوى الاكثر في في الشركات الكبرى الوعي هذة موجود في الطوب ماناجمت وموجود في اه في الديركسيون بتاع السيستام دانفورميسيون والسيكوريتي دونك مطمانين مم. الاشكالية تكون زادة في الشركات الصغرى والمهن الحرة. اي. احنا في طويلة نحط الكاسكات متاع الكلوب دي اي سي في في جمعية مديري لانظمة المعلومات عملنا برشة اه نشاطات مع مهن الحرة اللي تلقاه مهن الحرة اللي تلقاه محاسب ولا محامي ولا طبيب. وعنده معلومات مهمة شخصية. شخصية خاصة وحساسة. وحساسة وكمان اه اللي هو. اي. اي. متاعه. وتلقى معنى الكمبيوتر متاعه موش محمي محلول على الانترنت وليدخل على. فدي ما نعمله ووقت نعمله معناه وشفنا معناها عملنا جانا دي فيدباك على مهن الحرة كما هكا. معناها السيد فقد كل شيء. ويجبه يعود من صفر. اللي حاجة اختيرة برشة بالنسبة لهم. اي معناها من ركزوش كمان اه كونش على الشركات الكبرى. تم زاد شركة الصغرى ولا المهن الحرة اللي يجيهم مشاكل كبيرة واللي هو يعني هذي التوعية عامة احنا. بضبط. بضبط. دي ما فيك سريس افين وقولوا التوعية العامة ويهذا كل شيء. ديكو اليوم اوقت اللي نحكي على التوعية بالنسبة للسيبر سيكوريتي وقدش نجم يكون الذكاء الاصطناعي اه مهم بالنسبة لي الامن السيبراني. التوعية زمها تكون شاملة. اه ما نقصي وحد اه داخل المؤسسة ولا حتى القطاعات. مختلف القطاعات. مختلف المؤسسات. مختلف الاعمال. اه حرة كانت. اه الا اه لا. هذي قوسو مدون نجم نقولو الا الاستنتاج ري نخرجو به من 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 حوارنا لليو. هذا هو. فمش حاجة اخرى نجم نضيفوها. هللي اه عملنا الدورة. ناشر سيد اه محمود صفوة فما كلمة اخيرة هتحب تضيفها? اه الاستخدام بتاع يقدر يساعدنا جدا. اه. اساسيا نستخدمه في حياتنا. ده هيسهلنا كبزنس اه يعني في جميع المجالات ولكن دايما لازم يكون عندنا اه تركيز على الوعي باستخداماته اللي تقدر سعيدنا ومخاطره في نفس الوقت عشان نقدر نستغل والاستغلال الامصل في في حياتنا. واضح. شكرا ليك سيد محمود صفوة كانتر مانجر نورث اند فرانكوفون افريكان تراند ميكرو. شكرا لحضرك بحدنا. وسيد هيتام عبدالكافي مامور كوميتي او او دي اشي. البركة برونك. شكرا على حضركم معنا في ايكو ماغ. ما زلنا مواصلين معكم مباشرة من الحمامات من ديزيم ايديشان دي فرام.